مدارس بنات المستقبل الثانوية مادة التربية المهنية الصف الرابع الأساسي الوحدة التاسعة الحيوانات المنزلية الدرس الثاني تربية الأغنام أعداد المعلمة غيداء حردان بإشراف المشرفة ريما ياسين الدرس الثاني تربية الأغنام تربى الأغنام الضأن والماعز في المناطق الريفية من المملكة الأردنية الهاشمية خاصة المناطق الصحراوية وشبه الجافة وتعد منتجاتها مصدرا لزيادة دخل الأسرة وتأمين سبل العيش لها يستفاد من تربية الأغنام في إنتاج اللحوم والحليب والصوف والجلود والزبل البلدي ويمتاز حليب الماعز بسهولة هضمه وهو مفيد لصحة الإنسان نظرا إلى احتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية يستفاد من تربية الأغنام في إنتاج اللحم والصوف والزبل البلدي والحليب لوازم تربية الأغنام ألف مساكن الأغنام الحذائر تربى الأغنام في مساكن تسمى حذائر وهي تحوي مظلات تقيها أشعة الشمس صيفا والأمطار والبرد في فصل الشتاء وقد تربى الأغنام والماعز أحيانا قريبا من المنازل داخل غرف إسمنتية تكون غالبا مغطى بالصاج المجلفا وتتوافر فيها التهوية المناسبة والتصريف الجيد للمياه والمخلفات با الأدوات والتجهيزات تتغثى الأغنام بالأعشاب التي تتوافر في المراعي الطبيعية نشاهد في هذه الصورة الحذائر وهي تحوي على مظلات تقي الأغنام من أشعة الشمس صيفا والبرد والأمطار في فصل الشتاء أما في حال تربيتها في الحذائر فيجب تجهيزها بالآتي المشارب والمعالف المشارب تمتاز المشارب بحجمها الكبير وتصنع غالبا من الطوب والإسمنت أو المعدن المجلفا المعالف تصنع المعالف غالبا من المعدن المجلفا ويمكن صنعها من الإسمنت ويوضع فيها العلف المتوافر مثل الشعير والنخالة والأعلاف الخضراء والأعلاف المجففة كالبرسيم الجاف أو التبن لدينا في هذه الصورة نوعان من المشارب مشارب من الإسمنت ومشارب من الصاج المجلفا عزيز الطالب تشاهد في هذه الصورة مجموعة من الأعلاف التي توضع في المعالف لتغذية الأغنام مثل الشعير الأعلاف الخضراء والأعلاف المجففة أتمنى أن يكون الدرس قد نال إعجابكم نلقاكم في درس آخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة